النمسا تهزم هولندا وتتأهل متصدر للمجموعة الرابعة الحقيقة المتابع يمكن للشأن الرياضي النمسا فعلا بتقدم كرة محترمة بيلعبه بلعب فدائية كبيرة جدا واضح ان الفريق عايز يحقق حاجة للنمسا ويمكن من زمان قوي لم يصلوا لدور التمانية هما بيشاركوا فبعض المشاركات كانوا بيرجعوا من الدور الاول لكن الفريق اللي موجود ده فعلا فريق قتالي وكانوا متوقعين ودخلين مصممين ان هما يفوزوا على هولندا ويمكن ده الفوز حقا كان اخر فوز لهم من 34 سنة وان كان الحظ لعب معهم يمكن هما المباراة الاولى خسروها بهدف من نران صديقة المدافع النمساوية يعني احرز الهدف في نفسه ربنا كرامهم في المباراة الاخيرة ومهاجم هولندا وضع هدف في نفسه يعني تحاليا الاعين صراحة الى الى اثنين سبعة سلساء المقبل الساعة السامنة مساء الى المواجهة يعني المواجهة النمساوية التركية في ثمن نهاية بطولة اوام اوروبا لكرة القدم طبعا في هذا السياق يعني نحنا قمنا بطرح ايضا استطلاع او سؤال سألنا فيه يعني متابعينها في المباراة المقبلة بين النمساوية تركية في دوري اوروبا من ستشجع النمسا ام تركية ام لا احد صراحة هذه المشاركة كانت مشاركة كبيرة استاذ من دوع يعني صراحة اكبر استطلاع يمكن بتحققه او بشارك فيه اشخاص من الفقرات الفين ومائتين شخص الفين ومائتين شخص قديش يتوقع بدون يشجعوا النمسا الفين ومائتين الفين ومائتين شخص الفين ومائتين شخص اثنين وثمانين بالمئة بدهم يشجعوا النمسا 6% قال لك نحن بنشجع تركيا و 6% قال لك لا أحد أنا منهم أنا من لا أحد أنا لا أحد أنا لا أشجع أحد فبالتالي بصراحة أكيد أنا خبرتي بكرة القدم بهذه المعلومات يعني معلومات يعني صراحة ضحلة للغاية وليس لأي أنشطة بهذا الشأن ولكن فعلا وصول النمسا كما تفضلتم إلى هذا المستوى دليل على أنه يعني يوجد تطور كبير على ما يبدو بحالة أو تطور صدقا الفريق النمساوي فهو فعليا قطع مرحلة كبيرة ولكن المواجهة المقبلة بصراحة حتكون إنفقرات حتحاول تتواجد ببعض الأماكن الحساسة لربما في الحي العاشر لربما في منطقة الحي الأول بأنهم يعرضوا على الشجات الكبيرة صراحة لأن المواجهة بين النمسا وتركيا لربما ستتحول من مواجهة رياضية إلى مواجهة شوارع ونتمنى أن لا يحصل ذلك هذا موضوع يعني بصراحة في النهاية دماتش كورة وكورة الرياضة لازم يكون فيها روح رياضية اقنع مشجعين الطرفين اقنع مشجعين الطرفين أن هذه الرياضة وليست معركة ربنا يسطر طيب ده كان خبرنا الأخير طبعا بنتمنى فوز النمسا وهنشجع النمسا وإن شاء الله تكسب النمسا وتنتقل للمربع الذهبي ترجمة نانسي قنقر